شاركت مملكة البحرين في قمة الحزام والطريق والتي انعقدت في هونغ كونغ بجمهورية الصين الشعبية تحت شعار بناء حزام وطريق متصل ومبتكر وأخضر وتناول الدكتور خالد فهد العلوي الوكيل المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة والتجارة خلال كلمته الرئيسية في القمة جهود مملكة البحرين في دعم الاستدامة لسيما في مجال التصنيع المستدام بالإضافة لركائز استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026 الدعمة لتحول القطاع الصناعي للثورة الصناعية الرابعة ولنشر مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون والحوكمة البيئية والاجتماعية والتي تصب في دعم جهود المملكة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العام 2060 ترجمة نانسي قنقر